إصرار على المضي نحو تطبيع الحياة وإزالة مخلفات الحرب داخل الأراضي المحررة واستكمال عملية استعادة المناطق الخاضئة لسيطرة الانقلابيين وتحريرها من عبث ميليشياتهم من أجل ذلك تواصل الحكومة اليمنية جهودها على مختلف الأصعد والملفات لتخليص اليمنيين من جايحة ميليشيا لانقلاب ومخلفاتها بقاء الحكومة وانشغالها بالعمل داخل المناطق المحررة من العاصمة الموقتة عدن ساهم كثيرا في حل حالة الكثير من الإشكالات الخدمية والأمنية والتحسين من أدائها وعاد الأمل للمواطن بأن يرى هيبة دولته تتشكل لتقود الزمام الأمر وتقود عملية التنمية والبناء سياسيا قالت الحكومة إن صبرها ينفد إزاء إصرار ميليشيا لانقلاب على مواصلة حرب خاسرة تتاجر فيها بدماء اليمنيين ومعاناتهم وبالرغم من حرصها على إحلال السلام الدائم والعادل لأنها لن تصبر كثيرا على تعنتهم ومماطلاتهم وضيعتان المجتمع الدولي أمام حقيقة طالما أكدتها وهي أن قرار هذه العصابة الإنقلابية لم يعد بيدها مؤكدة على أن مفتاح الحل الثابت لم يتغير وهو الالتزام بمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرار مجلس الأمن رقم 22-16 ملوحة بالحل بجدية اتخاذ الخيار العسكري رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أكد أيضا على نفس موقف الحكومة أثناء زيارته لقاعدة العند العسكرية بأن الانتصارات التي تحققت كبيرة حررت 85% من مساحة البلاد وألحقت هزائم كبرى بالعدو وأن هذه الانتصارات ستجبر الميليشيا الانقلابية على طاولة الحوار الشامل والعادل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني والمبني على المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي أو هزيمتهم ترجمة نانسي قنقر